الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل من صورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل ما نقوله كل ما نفعله إنه مكتوب محصي عند الله سبحانه تبارك وتعالى يعني أقوالنا أعمالنا الصادرة منا رهي مكتوبة عند ربي سبحانه تبارك وتعالى لماذا؟ لأن ربي رهي سمعنا وربي رهي شف فينا وربي كلف بنا ملائكة يسجل علينا كلامنا ويسجل علينا الأعمال التي نقوم بها طيب فإذا عدنا إلى الله وكان يوم القيامة ربي سبحانه عز وجل يخرج لكل واحد مننا كل واحد فينا ربي يخرج له كتابه وش فيه هذا الكتاب هذا؟ هذا الكتاب فيه الأقوال والأفعال انتعنا اللي كنا نديروها وكنا نقولوها في حياتنا الدنيا وش كل يكتب؟ الملائكة عليهم السلام هم الذين قاموا بالكتابة والحمد لله الملائكة كانوا يكتبون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الملائكة ما يزيدوا عليك؟ ما ينقصوا عليك؟ الملائكة يكتبون بأمر الله سبحانه عز وجل وحاجة أخرى الأعمال هذه اللي درناها والأقوال هذه اللي قلناها الإنسان يراها في كتابه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وانت اللي تقرأ الكتاب ما يقرأش وحد آخر انت تقرأ الكتاب بنفسك والكتاب هذا فيه كل صغيرة وكل كبيرة أقال ما لهذا الكتاب لا يغادر سغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حاضرة ولا يظلم ربك أحدا يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم اللي لقى الخير في هذا الكتاب فليحمد الله عز وجل واللي لقى في حاجة أخرى فلا يلومن إلا نفسه أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إلا نفسه انت كنت تهضر والملائكة يسجلون انت كنت تدير والملائكة يسجلون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني هذا الكتاب أنت الذي ألفته والله أنت الذي ألفته الملائكة كانوا يكتبون وتروح عند ربي وقال ألزمناه طائرة في عنقه يعني عمله وما عندك شو أنت تحرك ينبأ الإنسان يومئذ بما قد دم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة من الآن لازم تعلم باليقين أن كل ما رك تديره في الدنيا كل كلمة تقولها كل عامل تمشي لها تديره رهم سجل عند ربي سبحانه وتعالى وكي تروح عند ربي تبارك وتعالى أنت بنفسك تقرأ الكتاب اللي درته في حياتك الدنيا في 65 سنة في 70 سنة في 80 سنة من الأقوال والأفعال فإذا كان الكتاب فيه الخير أوتي كتابه بيمينه يحسب حسابا يسيرا وينقالب إلى أهله مسرورا وإذا كان الكتاب فيه السيئات وفيه الآثام وفيه الحرام إلى الجهة الأخرى سائلنا الله سبحانه تبارك وتعالى لنا ولكم العافية العاقل يعمر كتابه بالخير العاقل يعمر كتابه بالعمل الصالح العاقل يعمر كتابه بما ينفعه يوم القيامته عند الله سبحانه وتعالى ولكن الشقي الشقي رغير القدام 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 أمه جاب العقل واش راه يدير حتى إذا جاء عند الله عز وجل يرى العجب العجب في كتابه من الحرام من السيئات من الأثام من المهلكات من المنكرات وأما من أتي كتابه وراء ظهره الحيلة الحيلة سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان بأهلهم صرورا إنه ظل أن لي حورا بلى إن ربه كان به بصيرا الكتاب الكتاب ثقلت الموازين بماذا؟ الكتاب اللي فيه الخير فيه الحسنات فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون يوجه الخير عمروا اكتبكم برضوان الله بالأعمال الصالحة التي هي من رذوان الله أعمروا كتابكم بالخير أعمروا كتابكم بكلمة طيبة أعمروا كتابكم بمعروف أعمروا كتابكم بشي يقربكم إلى الله وفي نفس الوقت أحذر باش يتعمر كتابك بالشر بالسيئات بالمنكر بالمعاصي ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورة اقرأ كتابك انت اللي تقرأه اقرأ كتابك كثاب بنفسك اليوم عليك حاسبة لكن يجيب لك ربي واحد يقرأ كتابك لا تقبل تقول له هو فيه زيادة هو فيه نقصان ولكن ربي انت بنفسك انت انت اللي تقرأ كتابك واشدرت في الأيام الخالية الأيام الخالية هي أيام الدنيا يعني رهم سطر كلش عند ربي سبحانه تبارك وتعالى واكتب ربي علينا عن طريق الملائكة اكتب علينا ربي الكبير والصغير واكتب علينا كل قول وكل عمل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ كنا نكتب نستنسخ ما كنتم تعملون فانظروا في هذا الأمر العظيم قبل فوة الأوان وإن الله سائلنا يوم القيامة وعما في هذا الكتاب كل واحد فينا يجي يحمل هذا الكتاب ويلقاه منشورا بين يدي الله سبحانه وتعالى فالسعيد الذي ينظر في أمره قبل فوة الأوان قبل ما تفوت العمور ما زلنا عايشين الحمد لله رب العالمين والشقي رغير يدمر رغير يدير رغير تعبذ تعبذ ذنب على الذنب معصية على معصية وإثم على إثم وسيئة سيئة وبعدين يموت وبعدين ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى فيجد هذا الكتاب وبعدين ما عندوش أين المفر؟ وإنت هرب أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر رح تقول ما شيكتابي رح تنكر ما تقدر لأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى القائل أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يا أخو ينتبه إلى أمرك عد إلى رشدك حاسب نفسك قبل أن تحاسب وزن أعمالك قبل أن توزن عليك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله يثبتنا وإياك وربي يسلمنا وإياك وإن شاء الله نكون من الناجين السالمين يوم القيامة ممن يقرؤون كتابهم ويسلمهم الله سبحانه عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين